السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صهي بمقطع جديد من خدع التك توك اليوم يا جماعة في عنا عشر خدع تك توك رهيبة جدا ولكن دائما بيجينا خدع ما منقدر نسويها وبتكون تقريبا فيك ولكن اليوم راح اعلمكم كيف نسوي هاد الخدع يعني الخدع الفاشلة راح نخليها حقيقية فعشان هيك تابع الحلقة من البداية للنهاية عشان تكتب لنا شو افضل خدع انت راح تشوفها بحلقة اليوم وبتمنى انك تستمتع في الحلقة والله عنا العالم بلش يا جماعة يصير حلو صار في خدع كتير موجودة في خدع فاشلة ولكن بحلقة اليوم زي ما قلتلكم الخدع الفاشلة راح نخليها حقيقية وتشتغل معانا ولكن بطريقة معينة راح اعلمكم عليها فالله ارضى عليك تابع الحلقة من البداية للنهاية ولا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الاشعارات عشان اول ما ينزل المقطع تيجي تتابع على طول لانه مقطع جدا جدا جميلة وفي مقاطع جهاي اسطورية بكل معنى الكلمة وبدون طول كلام خلينا نشوف اول خدع عندنا الخدعة اللي بتك توك الجماعة فيه خدع عندهم جدا جميلة يعني زي هاي الخدعة هادي مش خدعة عادية هادي يا جماعة بتعلمك بتعمل لك مكان سري بماينكراف كلها عليك تحط شوركر وتفتح الشوركر وتنزل تحت على طول وتلقي لك المكان السري تبعك بس اول شغلة اللي لازم بتعملها تحفر لك مكان لا تحد وتخلي المكان مسطح بهذا الشكل احنا راح نجيب عسب المثال لكورتز نحط لكورتز عشان منظره يعني جدا جميل وهذا اشي بنطبق عليكم يعني ابنوا بالبلوكات اللي انتو بنيين فيها المكان تبعكم يعاس بالمثال بكم تعملوا هذا المخبئ بالبيت تمام وانتو حطين خشب ابنوا بالخشب ما تبنوا باشي ملحوظ يبين عشان الناس تيجي تسرق لك اغراضك لا يا حبيبي نحط البلوك هون ونجيب الشوركر هاد نحطه هون بعدين البلوكات اكسترا ورجع هدول مكانهم ونجيب كمان سيلانترن وبعدين جبلنا تراب دور نحط لسيلانترن وحط لنا تراب دور بهذا الشكل ونيجي هون مع ضغطة شيف وبعدين راح نسوي نفتح الشوركر ايوا والله دخلني سؤالي هلا كالقادي كيف راح نطلع من المكان هاد يعني انت دخلتني بس ما برجانه كيف راح نخرج الخدعة حلوة ولكن الاشي مش حلو فيها انه كيف تطلع من المكان هاد يعني انت بتصفي محشور بالمكان هاد بس اهم اشي ترات الخدعة حقيقية وموجودة هلا انشوفلنا الخدعة التانية في قلتشات عندهم بس اذا ركزتوا يا جماع فيفا كاكع بالمي وحط لك عسل وبعدين الاندربير ابرميها ولعب ها يا جماع انه افروض المايد من الاندربير يعملوا تليبورت والله هم ما شكوك بأمرها هاي يعني مبين كمان انه بالبي اي هو بالعب قاعد مش بالجافا بس يعني ايش رأيكم منجربها احنا اول اشي بالجافا بعدين منجربها بالبي اي لو كان مبين بالمي فيفا كاكع يعني فيه سول ساند كان وحط لك ووتر بهالمكان هاد الجميل واجي بنا العسل اللوه الهني اعطيني واحد هني يا سلام ونحط هذا هون بتمنى تثبت على الجافا ما انا حاب اروح على البي اي والله لازم اسكن لانشار وافتح لانشار وعطيني الاندربير لو سمحت وهلأ نرميها بالمكان هاد اها ما تثبت يعني لازم يخلوك تيجي على البي اي عشان تجرب الخدعة هاي طب ليه ما بتثبت على الجافا والله حرام والله احنا مظلومين بكتير شغلات يا جماعة اللي بلعب جافا زيي والله احنا مظلومين البي اي مزبطينهم كل اشي فعليا مزبطين كل اشي بعدين نحط بلوك الهني نجيب بهذا الشكل هلأ نجيب الاندربير اذا ما زبطت والله الازعم منكم ها ارمي هو كان عامي بلوكين ورجعت تبعت بالمقطع انه لازم انت تكون مقشر بين البلوكين هادول وترمي ها زبطت والله زبطت يا زنام هل معقول بتثبت بالجافا؟ بدي ارمي كتير درمي كتير درمي كتير ها يما 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 ايش فيه ها خرجوا عن السيطر اندربير كنت نفرجيكم حجمهم حجمهم جدا كبير معنوا انت بلا نشوف حجمه صغير بس هدول حجمهم كبير وبهذا الشكل بتكون خدعة كمان هاي زبطت ولكن على الجافا توقع ما بتثبت خليها هلا اكسر بلوكات اشي بصير كمان طب ثواني اذا انا رميت اسم المثال بهذا المكان اصطبت فيهم خلص بيشتغلوا نيجع الخدعة الثالثة هو كتب لك توتوريال يعني هو رح يعلمنا كيف يسوي هذا الاشي والله حركة حلوة يعني هاد بقده يسوي له مصار ويقعد يرسم على الارض كمان هو كاتب كأنه سنيك يعني يعني العب عم القلب والله يسوي قلب زيه اعطيكم القلب هذا الكم طب يعلمنا كيف يا صديقي ممكن تعلمناه ايوا هاده يا سلام اعطانا الكوماند لستعمله ولكن استخدم باش كوماند بلوك عادي لا استخدمها يا جماعة الكوماند بلوك اللونه غريب هذا اللونه وبنكي اتوقع له هاد كيف دي جيبه يا سلام هذا اللي كماند بلوك لاستخدموا اجيب وحط الامر كماند بلوك الاعطاني اياه يا سلام بعدين نسوي هاي على اكتف اتوقع كان عملها الوز اكتف يا سلام هلأ كل ما نتحرك راح يجي هاد على المصر نتحرك فيه يعني هلأ بدأسويلي انا قلب لكم قلب لكل متابع ضغط على لايك واشترك بالقناع قلبي خرباني جماعة كان نقلوب انا خرباني لازم تركز لسهيب ترسم قلب حلو للمتابعين قلب جدا جميل قلب رائع ايوه هدا القلب لا والله خربان قلبي قلبهم يا جماعة توقعون نسوي لكم قلب وهذا الخدع هلأ شغالة حبيبتي خاص وقف ما بنحتاجك نيج هلأ الخدع البعدها يا جماعة هدول الخدع اذا بتركز بحطي لك بستون وبحاول يدمج اشي مع اشي هاي يا جماعة هاي فيق انا متأكد كريك بيت ها شفت اش سوى اه جاب لك ستون ودمجة مع السرير صار بدروك يا الكذاب الكبير حبت بدروك عطيني وعطينا سرر احمر كمان نفس لون السرير اللي جابوا وكمان نجيب للسطون ومنحتاج واحد بستون وعشان نفعل بستون نجيب لنا الفر نحط هذا هون نحط السرر هون ونحط البلوك هاد هون ونجيب لنا بستون بهذا المكان ونفعل بهذا الشكل هو ساوا ولكن هو كذاب والله كذاب شوفوا ركزوا مرح سان اشي بس اذا عدنا احنا الخدعة ولكن استخدمنا الكوماند بلوك جميل اللونه بنفس جي وكمان منحتاج امر بسيط الامر بكل اختصار راح نسويه ان اول ما يجي البلوك هاد لسطون على الاحداثيات هاد الموجودة هون يتحول على طول الى البدروك يعني راح نعمل احنا هاد الحركة ونيجي هون نقطب الامر هاد مع الاحداثيات اللي احنا طلبينها اللي راح يصير ان اول ما يجي البلوك على الاحداثيات هاي تأتي لسطون يتحول على طول البيدروك تبعنا هاد يعني نفعل هلأ ونشغل هاي الله طول راح يتحول الى بدرك هاد الخدقت هاته بكل اختصار يعني نجيب كمان مرة ونحط ستون بدن اي سيري بدن اي شي راح يتحول كمان مرة نرجع نحط هاده كمان مرة نحولها بصير نفس الشي يعني خدعته كشفنا لكم اياها بكل اختصار كل بتحتاجوا الامر هاد ولكماند بلوك هاده الجميل ارجعنا يا جماعة للاماكي السرية هاده اللي بحبه طلع لك ستيرز من الجدار والله الحركة جميلة طيب بدي يعلمنا كيف نسويها طيب تمام تمام بس كأنه حاليا هو بلعب البي اي ياب بلعب البي اي فome عشان هيك لازم احنا نروح Sad bieي بس خلينا نكمل ايش راح يسويه اوو ! حلوه !لا حلوه والله حلوه ل skill will be che провер aول معروفة بماينيكرافتة معاعة لما تجيب şeylerس تحطوا هون وتجيب واحد جنبه له Indigenous راح يلف ويبين ك انه بلوك وهذه الخدعة اللي هو استخدمها واللي انتبهت عليها انا وهلأ نعب المكان كله بهذا الشكل اوه ريدستون انسينا جيب ريدستون حط حط ريدستوني صهيب يا سلام وهون رح يكون الليفر اتوقع خلينا نفعل اشوف اه لا ما اشتغل ليه طب هذا المكان ايوا حلو 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 اشتغل ممتاز ممتاز يا سلام هذا اللي بدنا اياه هلأ كله علينا سوي نخب الواجهة اللي عملناها عشان ما يبين ولا اي اشي وبهيك يا جماعة منكون خبينا اي ملامح مبين انه في مكان سري هون ولكن بيضل عنا اخر حركة اللي هي هيك كان حاطت تراب دور عشان ما يبين الليفر وكان حاطت فوقه اي نوع بلوك بعدين تفتح تراب دور وتشغل الليفر رح يجي الدرجة السخري هاد او الدرجة اللي ما ببين ولكن انت لازم تكونوا عارفين انه هذا المكان ممكن توقعوا فيه فلازم اطلطوه وتيجوا على المكان المفروض تكونوا مخبيين فيه الاشياء الثمية تاعتكم اي بعدين معكم ما بتتربوا انتو يا جماعة كمان مرة بدي يدمش مليون بالمئة حاط لها البستون عين الاندربير او الياي اوف اندر مع الاند بورتر ايش رح سيق سبحان الله هاد بتوديك عالاند يا جماعة لبلوك تطلع من الدمج هاد لما ترمي العين فيه الاندربير بوديك عالاند سيتي بتفكروا الخدعة هاي رح تكون حققية لا يا جماعة بدي اثبت لكم هاد الاشي انه الخدعة هاي تات وكذاب نجيب لنا حبة بدروك ونجيب لستيكي بستون ونجيب البستون وكمان اي اوف اندر وعطينا الليفر عشان نفاعلها هلا كل علي نسوي نحط الاند بورتر الفريم هون ونجيب لنا بستون بالمكان هاد عشان يدمج يعني انه كذاب بدمج يعني وبطلع لك الاند قتوي هادك مستحيل تطلع لك غير لما تدبح الدنيل يعني هلا نجيب هاي ونفاعل ما رح يصير اشي اعطينا احلى كماند بلوك عادي ما منحتاج الكماند بلوك واللون بربل هاداك نحتاج كماند بلوك عادي نيجي نحطه هون تحت الليفر على طول واهم نقطة بالامر رح اعطيكم اياه رح نحطه بالكماند بلوك الاحداثيات الاحداثيات جدا مهمة هذا المكان يا جماعة اول ما رح نضغط البوتن رح يتحول الى اند قتوي وهذا الامر يا جماعة حطيته انا بالكماند بلوك كله عليك انت تسوي اتغير الاحداثيات وراح يصير اول ما نفعل الليفر على طول رح تتحول هاي الى اند قتوي خلانا اعمل زيه ونفعل رح يصير ولا اشي ليش لانه صحيب غلطان بالاحداثيات اشي اكيد وبهيك نحكي ان شاء الله رح تزبط معنا لانه انا متأكد هالمرة من الاحداثيات نرمي الى اي اف اندر ونفعل سبحان الله يا جماعة الاند بورتت اتحولت الى اند قتوي اللي بتوديك على الاند 6 على طول زي ما لتلكم يا جماعة اللي بتحتاجوا فقط الكماند بلوكات اتغيروا الاحداثيات وراح تزبط معاكم الخدعة هاي على طول نيجا على الخدعة هاي وهذا الخدعة يا جماعة اول ما شفتها انصدمت و لازم افرشيكم اياها لانه رح تستفيدوا منها بشكل جدا كبير بالسيرفايفل والناس اللي بتعاني من الاندرمن الاندرمن يا جماعة هاد اول ما تطلع بعيونه ما رح يجي يقرب عليك ابدا وانت بالسيرفايفل يعني نحول سيرفايفل ونطلع على عيونه الجميل رح يصير انه ما يتحرك فعليا ما رح يتحرك ابدا نقيم عيوننا عنه رجع عيوننا لا 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 ثماني لا تعملوا حركة هاي لانه الممكن يجي يضربكم فلازم انتو تضلكم ثبتين عيونكم على عيونه عشان ما يقرب عليك ابدا وما رح يتبحك بالمرة اه وينو وينو اثبات اثبات مكانك انا عيونه قوية جدا عيونه قوية وينك وراح لا 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 اثبات اثبات اذا كنت اطلع عيونه وجيت اضربه بعمل تليبورت الله ياخده براوغ بروح يمين يصار حبيبي لا تراوغ انا كمان براوغ شايف شايف انا براوغ كمان والله ما اموت منك يا معفن ابدا ما اموت منك روح طير هلأ نيجي على الخدعة اللي بعدها كتب لنا مانيكرافت الليمتد ايتم ما شاء الله ايتمات لا نهائية وهدي شي ما عندي احساس بسيط انه كذاب استيك بستون وقلاس وفعل صار عنده كاكتس كتير سبحان الله جاب لي خمس استاكات كاكتس انا متأكد انه هادا الخدعة كذب بكذب نيجي نحط الكاكتس هون نسينا كمان شغلة مهمة اللي هو الهبر والشست واحوت الكاكتس هادا بالهبرات عشان اول ما توقع الكاكتس تيجي بالهبر وعلى طول تيجي على الصندوق تبعنا نجيب استيك بستون وقلاس وفعل هاي ما صار اشي لانه كذاب زي ما قلتلكم وعمل كليك بيت وحركات مخادعة جدا والسر يا جماعة بالكوماند بلوك هاد نخب الكوماند بلوك ونحطه هون ونيجي ونتأكد يا جماعة كمان مرة بقولكم الاحداثيات جدا جدا مهمة بالكوماندات والخدع هاي يعني كل من احتاجه المكان هاد انه اول ما يصير هوا يجينا كاكتس على طول وهذا هو الامر بحكي لك اول ما يصير فيه هوا في الاحداثيات الموجدة هاي على طول الاحداثيات هاي راح يحول لك المكان الى كاكتس بلوك ونعمل اهم اشي الوز اكتف وهاد البلوك خبيه ونيجي نفعل هلا راح يصير كاكتس لا نهائي ويجينا هون كاكتس وضلوا ييجي كاكتس من هولا بوكراي على ونروح نشوف الخدعة اللي بعدها ونرجع راح نلاقي هاكيد مليون بالمية الصندوق هاد ملاق بالكاكتس والهبرات كمان ملاقنا من الكاكتس هلا بس علينا نوقف هادا العملية ونيجي ونشوف بالثواني هاي القليلة كم ستاك كاكتس قدر يجيب لنا وهذا كل كاكتس الموجود بالهبرات بكم من ثانية يا جماعة يقدرنا نجيب فوق الاربع ستاكات من الكاكتس لو نقدر بالسيرفايفل نقدر نجيب لنا الكوماند بلوك ونصنع الكوماند بلوك ونقدر نعمل الكومندات ونحط الكوماند عالارض والله منقدر نسوي كتير شغلات بعالمنا السيرفايفل بس بالنهاية اكيد كل هذا بكون غش وعن هاد الخدعة الجديدة مسارات عمل لك محفر مسارات ومعها بكة مي حط المي وبعد ما حط المي رمالك ايتمات كتير 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 وبشكل عشوائي مش نفس نوع الايتم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اتوقع مش ثمانية سبع بلوكات بعدها نيجي من هون واحد تنية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ونحط بكة المي واحد تنية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ونحط بكة مي ثاني وآخر بكة مي هلأ كل علي نسوي يا جماعة نرمي بلوكات كتير بأشكال وأنواع مختلفة عشان نشوف انه بصير معانا دائرة والله حلو يعني عمل البلوكات تمشي على مصار معين والله الحركة جميلة خلايا نشوفها كمان مرة ونشوف كيف بيصير المكان والله حلوة بيقعد يلف بشكل لا نهائي مستحيل انه توقف حلوة الحركة بس يعني ايش اكيد ما لها فايدة كبيرة عكس انه اول مرة فقط بتبهرك وآخر خدع موجودة عنا لليوم هاد الخدع يا جماعة انا شفتها ولكن ضيعت المقطع ما بقدر فرجيكم اياها فعشانك انا راه اعملها واشرح لكم كيف راح نقدر نسويها والحركة هاي يا جماعة اول ما شفتها والله اني انبهرت بشكل مش طبيعي كل علي نسويه انه نروح على النذر ولما نروح على النذر راح افرجيكم اشي ما بتتوقعوا ابدا اكيد الكل عارف انه داخل النذر مستحيل ابدا 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 اتجيب ماء وتحط الماء بالسيرفايفل هلا انا حاليا كرياتف كمان شوية راح اتحول نسيرفايفل وفرجيكم ايش الحركة اللي منقدر نسويها كل منحتاجه الايتم هاد يا جماعة بس نحط الايتم هاد راح يصير بتحول الى مي على طول مستغيل ما تزبط معكم الحركة هاي يا جماعة بالنذر بتزبط يعني هلا اذا منيجي احنا هون ومنحول سيرفايفل ونيجي نحط الحب بهاي بتتحول الى مي كيف عملت هاد الحركة وبدون اي نوع كماند بلوك بدون اي دغش والحركة هاي يا جماعة شغالة مية بالمية مستحيل ما تزبط معاكم ولكن لازم تكون شغالة على سناب شوت اللي هو 21W3A اذا ما كنت على الاشدار هاد مستحيل لحركة هاي تزبط معاكم وبما انه هلا خلصنا عشر خدع من التك توك بدي ما كل واحد ينزل تحت بالكومنتات ويكتب لنا شو افضل خدعة شفتها بحلقة اليوم وممكن يتفيدك بشكل جدا كبير ولا تحرمونا يا جماعة اعملوا اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا زل تشعرات لهذا اشي جدا مهم واشوفكم بالحلقة الجاي بامان الا اشتركوا في القناة